نحن في البداية ممكن القول بكل سهولة بأننا نعيش مخاضا سياسيا صعبا غير محسوم النتائج لكن مع عدم إمكانية التنبؤ بنتائج لهذا المخاض السياسي الصعب نشرع في التحليلات وبالسيناريوات الممكنة والسيناريو الأرجح هو ما تفضلت به وهو أن يكون المجلس النيابي أي الجمعية الوطنية المجلس النيابي الفرنسي مشكلا مما هو عليه الحال اليوم من ثلاث كتل رئيسية كتلة اليمين المتطرف كتلة اليسار الراديكالي والكتلة الماكرونية الوسطية كل استطلاعات الرأي التي سبقت الجولة الأولى من الانتخابات في دورتها الأولى ونتائج هذه الانتخابات واليوم استطلاعات الرأي كلها تؤشر إلى ثلاث تكتلات من الصعب انحلال واحدة منها أو أن تسيطر واحدة على الأخرى باستثناء الكلام السابق عن إمكانية أن يكون اليمين المتطرف أن يحصل على الغالبية المطلقة أي أن يصل إلى أن يكون عدد نوابه 289 هذا ممكن بالنظر إلى ما قيل سابقا ويقال اليوم من حيث المشاركة أنه بالفعل ربما يحدث هذا هذا الأمر بات مستبعدا نقول مستبعدا تحليليا نظريا لكن الأرجح أنه سيكون مستمعدا عمليا في نتائج هذه الانتخابات مع الانسحابات التي جرت ما بين تكتل الوسط الماكروني واليسار الراديكالي لصالح المرشح الأوفر حظا هناك انسحابات بنسبة 200 مرشح هذا سيساعد كثيرا على فوز أكبر للتكتل الوسط واليسار الراديكالي ومن هنا وسيكون هذا طبعا على حساب اليمين المتطرف وبالتالي آخر استطلاعات الرأي لم تعطي اليمين المتطرف أكثر من 230 أو 240 نائبا في أفضل الأحوال وبالتالي كيف سيكون المناخ السياسي داخل البرلمان أو المناخ السياسي بشكل عام في فرنسا مع مثل هذه النتائج على الأرجح أن مكرون قد يسمي رئيس حكومة حكومة مساكنة طبعا ممكن من المستبعد أن يكون من اليمين المتطرف في حال لم يحصل اليمين متطرف على الغالبية المطلقة ممكن أن يكون الرئيس الحكومة وسطيا أي من الحزب الاشتراكي على سبيل المثال الحزب الاشتراكي الذي هو في تحالف مع اليسار المتطرف والحزب متطرف على حزب ميلانشون ومعه الخضر والحزب الشيوعي وبالتالي يكون كسبة الكتلة اليسار ومعه كتلته الوسطية وبالتالي يمكن أن يحكم على هذا الأساس وتكون اليمين المتطرف في المعارضة ليس أكثر من ذلك وبالتالي يمكن لرئيس الحكومة الاشتراكي أضع كلمة اشتراكي بين مزدوجين في حال حصل الأمر على هذا الحال يستطيع أن يمرر القرارات والمشاريع داخل المجلس النيابي كما يمكن أن تكون هناك سيناريو آخر توافق بين التكتلات الثلاثة دون أن نسمي ذلك حكومة ائتلاف وطني وإنما تقارب ما بين التشكيلات الثلاثة هذا احتمال لكن أيضا ممكن أن يكون سيناريو آخر يخدم عليه مكرون ويرتضي به التكتلات الثلاثة وهو حكومة تكنقراط حكومة اختصاصيين من خارج السياسة الكثير من السيناريوهات سيد محمد نعم شكرا جزيلا لك محمد كلش وكنت معنا من باريس الكاتب الصحفي على كل هذه الإضاحات